الحملة الانتخابية استفتاء 25 جوليليا 2022 تحية الوخيان المشرفين على التقنيين المشرفين على البرنامج اه تفضل اي سؤال انتو ما اخترتوا او دعيتوا منظوريكم للتصويت بنعم انهار 25 جوليليا في الاستفتاء على الدستور شوف انا بش نكون باجاز باسلوب برقي بش نقول واش قلنا نعم بش نبداوهم تدريجين كيفاش واش نوع اللي شجعنا باش نزيد نقولو نعم هو اولا اه في 25 جوليليا اه اه الاغر 2021 وقت لي خرجت العباد بك الكثثة هذيك بعد خطاب الرئيس مش للرئيسة خطاب الرئيس وما فيه المظامين المتاعو انه اعطى معاتها طمأنة واعطى جانب من الراحة النفسية للغد بالنسبة للمواطن التونسي اولا من بعد جاء امر 117 الاخيري الاخيري وقال انتظار ديم انتظار ديم حتى الى ان جاء جاء مشروع الدستور خلينا من حل برلمان وغيره 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 بالمرسيم جاء مشروع الدستور هذيك مشروع الدستور اولا وقبل كل شي نحن كحزب الخضر للتقدم بالنسبة لنا الجانب اللي كان في الدستور 2014 هو الحزب البرلماني الحزب البرلماني للأسف شديد النظام او الحزب النظام العفو النظام البرلماني العفو النظام البرلماني للأسف معتاش اكله في تونس بالرغم احنا 2011 طلبنا بنظام برلماني ولكن التجربة الحياة السياسية هي تجارب بعد معتاش اكله ولو ثلاثة رؤوس انا نحكي لك حكاية بسيطة والله جدا وهذا المهم انا عندي سفير صديقي من افريقيا ولكن عنده نفوذ على مستوى القارة الافريقية لفيدة في ذاك الاسمه نهار قبلني قال لي يا مونجي قال لي احنا توى ما نعناش شكون نتكلموا ما نعرفوش لانترلوكيتور متاعنا باش نتكلموا عنا امور في تونس قال لي ما نعرفوش شكون الرسل باش نمشيلو يا رئيس يا رئيس البرلمان يا رئيس مجلس يا رئيس الحكومة قال لي ما نعرفوش قتلوا حتى التونس ما نعرفوش قتلوا لابروفوني عنا الاف خرجوا غادروا البلاد التونسية من رجال الاعمال عنا عشرات الالاف من الادمغة خارجت وهاجرت اللي خسرت عليها الدولة ما خسرت عليها طلبنا وقلنا ما فيها باستة ونرجعو وين كنا كيما قال بورقيبك العام قبل الزيادات ووقت اللي كانت نذكر ونرجعوين كنا يقول قلنا نرجعوين كنا هي طريقة الاحسن حسب حزبك ما فاميش خيار غير نظام رئاسي على الاقل لا ما فاميش تغول نظام رئاسي لا البشي خاف ما يعملش السياسة كحزب ان نحكي لك المواطن طوي يختار عنده صندوق طوي يختار فيه اما في السياسة ما فاميش خوف استنو جاجمان احيان تختار طريق صعيب ولكن يوصل وتنجم تختار طريق سريع وتعملك كروفيزون تعاجلا تعكرها ما توصلش دونك فلا ستين فتين فلوزوفية متاع الحكم هذي دونك مشينا في نظام رئاسي هذا من ضمن الاشياء انا والحمد لله تبعت اللجان اللجنة الاستشارية اللي كلفها الرئيس ومن حسن العظ فيها اكفاء نسميلك واحد من الاكفاء اللي اللي عملونا هالتاليفون هذي البرتابل واللي عملونا القنترا واللي عملونا اللي سيمي سي واحنا في عصر اليوم اللي سيحمد فريعة كنت سمع بيه هذي اللي شد وزير الداخلية في الفين واحداش من الادمغة وعندو برنامج كامل وموت كامل من جماعة اللي خدموا هذي ما معلنش عليهم ما حابش يضر للذوق ما عملوش ما معلمش عليه في من الادمغة لي عليها تقالت سمع اسمه حلمو عليه في العكس قالت وشك ودعوه معتها مش بالصورة اللي كانت منتظرة كعالم كعالم هي رفض اي كعالم وكعندو برنامج متكامل مش الناس اللي شاركوا سيصدق بالعيد نعرفه كان يجينا جانا جانا قبل ومن غير حسابات ضيقة جانا قبل كان يجي حاضر عنا في الحزب هول العميد منزعج العميد منزعج شوف اولا العميد دستور اللي انتم قلت عليه معه هو يقول عليه الليره هو خاطئ انا احترمه وارتون حكيه فيه انا احترمه كمقدرة علمية وككفاءة كبيرة ولكن صادق بالعيد تعرف قداش عمرو سيصدق بالعيد صادق بالعيد عمرو ثلاث ستة وثمانين سناء شوف يخدم في اربعتاشن ساعة من بعد عمرو في الثمينينات ويخدم في الاستشارة هذي يخدم في الاستشارة هذي صحيح يخدم في الاستشارة هذي بتترفم غلطة بتترفم انكمبروميسة ما نعرفوش احنا كل شي را قرنت بين النسختين قرنت بين نسختين مو صحيح ما فهماش حتى وجه شبه لأ فما في التوتقى فما في التوتقى اصغر التوتقى متاع واحد وفما موضوع اللي هو اساسي نعتبره بالنسبة اللي خرجوا الصادق بالعيد وما نحبش ندخل اكثر في التفاسيط اللي هو متاع المحكمة رئيس المحكمة الدستورية رئيس المحكمة الدستورية اللي كانت من ثلث متاع منها متاع قوذات وثلث متاع دول منافذين وثلث متاع محامين وليت تسعى قوذات بو نو كومنت عليش نو كومنت التركيب الأمثل التركيب الأمثل اللي اقترحها الرئيس او اللي اقترحتها اللجنة الاستشارية برئيس الرئيس هو حور الرئيس عنده فما رو فما لجنة سمحني 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 ستمتفقوا في حاجة قبل كل شيء الرئيس راه قال لجنة استشارية هذية انت كي يستشيروك في حاجة حتى في سمحني انا استشيرك في جنينة تولي تدخلي للدارة ملو القادم على هذا نقول لك ما نحبش نقول غلط سي صادق بالعيد الحاجة الوحيدة ممكن كان مشاء وحكاة مع المجموعة الكل ولكن هو تصرف هذية تحتي مع مشاركين في الحوار مشاركين في الحوار هو تصرف للأسف حسب المعلومات اللي عندي تصرف بأحدية الأسباب إكليمي يصطبطاً من اللي نحب نقول لك نعم نعم لا 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 أنا عنها حتى مبرش أنا صميت لك الأشياء قلت لك فام مفاصل فامة الفاصل متح فامة في إشكيل هذية متح المحكمة الدستوري هذي في إشكيل وللي كل حدث حديث من الواحد يظهر لسيكلير فما ناس مستمعين وأذكية ويفهم مش معناتها الحكاية هذية الفاصل موقفنا أحنا الموقف الرسمي هو اختيار نظام رئاسي جاء أولا مش هذا الكل وثانيا أول مرة في تاريخ الدستير اللي هي عندها 3000 سنة في تونس من 800 ومن عشهم من دستور كارتاج إلى إلى العهد الحماية إلى دستور الاربعتاش إلى تسعة وخمسين اربعتاش والأخير هذي الدستير الكل ما عطتش الجانب متاع البيئة أنا همني كحزب إيكولوجي كحزب الخضر كحزب إيكولوجي تتدسترلي الحقوق البيئة متاعي معتها رائع جدا معتها نسمى وكهذا ما بيدي الأسباب اللي خليتكم توافقوا على النصر بنسبة خمسين في المئة فما اتمنعات أخرى حكيتلك عليها بنسبة خمسين في المئة كانت الموافقة وموافقة بكل معتها وكلمنا المناظلين بتاعنا في الجهات وتكلمنا معاهم وسألناهم واحد كانت بالنسبة لنا تونس راهي للأسف الشديد في العشرة سنين وخرت برشة في البيئة ولنا مزبلة احنا في البيئة انا باعتبار في حزب بيئي كنا ماشيين بالجدار كنا احنا متقدمين على 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 دول الجوار لهنا اللي هما توا عندهم الفوتوفولتاييك واللي عندهم طاقات البديلة والمتجدة والريسيكلاج والبلاستيك واحد كنا احنا انا كنت رئيس حزب انا مترقس رؤساء احزاب الخضر العربية بل من هم واحد رئيس وزير عنده حزب وقريب للملك ومبلغ له سلامي بالمناسبة وكنت انا رئيسه كانوا يعرف 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 لا يعرف لا جاني حتى التونس لهنا جاي حتى التونس كان وزير كان وزير صحة وجاي حتى التونس وكان وزير بيئة كنا احنا مترقسينهم الخطر امنوا انو في تونس قاعد تتقدم في اتجاه البيئة اليوم نصبحو الروائح الكريهة والامراض بانواع اشكال ما نحكيوش على النفايات وما نحكيوش على ريسيكلاج وما نحكيوش اللي فما توف في عصر توف اليوم العصر متاعنا اللي اذا كان من واكبوشه من واكبوش العصر مع انت بش نزوت نقد ونتخل فما حاجة ثالثة اللي جافة الدستور هذي متاع الفين ومتاع الفين واثنين وعشرين في في النسخة متاعه هذي فما المشكل كونه النسخة هذيه جديدة اللي جيت للأسف ما ما ترقتش لبعض مسائل تونحكيو عليها ولكن ترقت في نفسه اعطات للعلم والمعرفة جانب كبير بها والبحث العلمي شوف الدول متقدمة يحطو يحطو في البحث العلمي احنا زيرو فرقيل ويت وزيرو فرقيل وان والله واعلم كيفيش للرحلات تمشي وما نعرش كيفيش وما والشعوب حت تتقدم برا شوف برا شوف برا شوف تي بلاد اسمها استوانيا استوانيا هذي تي كانت في الفين وتسعتاش كانت في حالة برا شوفها كيفيش وليت اه بلاد اسمها رواندا محروفة في افريقيا توا محدد التنمية متاحها وصلت تسعة في المياه كانت في حرب واحد كانت معتها اه ينجار جينوسيد معتها في حرب اهلية برا شوفها في نتقدمت توا برا شوف كيف كيف احنا نحبو نوليو كيف سنغافورة نحبو نوليو كيف رواندا ما استونيا اللي انت تشهرت بها من شوية استونيا يحكيوا توا على انظمة الدفاع جوي متوسط المداد بارك الله فيك يا رحمة وكانت مستعمرة اه كانت مستعمرة من ترف الروس وكذا وهناه هناه وبرا شوف حتى وفيها مليون مليون ونص ساكن وفيها تقريب خمسة واربعين الف متر وموربع ثلث كيلومتر موربع ثلث متاع المساحة متاع تونس نجعلك للدستور والاستفتاء سيمونجي الخماسي هل في حزب الخضر للتقدم عندكم تخوفات ربما انه الدستور هذا بش يمشي للتنقيح بعد او بالعكس مرحبين او طالبين تنقيح على الدستور ولا برمته عاجبكم كيف ما هو ما نقوم ما فماش عاجبنا احنا فم مرحلة دقيقة جدا هذية تمر بها تونس اللي هي للأسف كان تواصل المرحلة الانتقالية متاع عاشرة سنين باقل حدة تتوقع قاعدين تسلفوا باش ناخدوا الشهريات فهمتني يلزمنا الناس الكل تتكاتف وما عندوش واحد سمحني انا نحكي على المناظلين تعل حزب ما عندوش واحد الحق باش يتخلف ويقدم صوته للتسويت بنعم ما عندوش الحق ونحكي على السواد الاعظم من الاحسن انهم يمشيوا ويشاركوا متاع التوانسة اغلبية متاع التوانسة من الاحسن يمشيوا ويشاركوا عن 9 ملايين وميتين وخمسين ناخد ماذا بينا على الاقل ستملين غدو هنراهم مشيوا وشاركوا في الانتخابات يخوي اشارك حط ما عاش بكش برا امشي للأسف فعليش ما عاش بوش اللي فهم حكاية ما اخذيت ما حكيتها اللي فهم الموضوع ما حكيتش عليها الاستشارة ما اخذيتش حظها في نسخة اولية اي اذي المساوي متاع الدستور اللي خرج في استشارة اولية ما اخذيتش حظها لدي المواطنين وفي الاعلام تعمل الدستور تعمل في خمستاش نيوم في ثلاثة جماعات رو تقريبا باهي ممتاز مخسرناش بارشة اموال من المال العام باهي ربحنا الوقت اما حقها كانت هذي سنكون روبروش عش كون تلوم هنا نلوم على بطبيعة الحال سمحني شكون اللي خرج النسخة عالفين وثلاثة نلوم على الجهة لترانت نلوم على الجهة اللي خرجت النسخة وتسرعت انها كانت نجم تمدد جمعة اخرى صحيح خمسة وعشرين جوي لكل نجم ونعملوا قبل بربعة جماعات حق ورا وقع نسخة نسخة معتها مايش نسخة لي خرجت فما نسخة يتشاوروا عليها وتخرج للعموم وتخرج النسخة الاخرى انها ايه في الرايد الرسمي نرجع لك للمقارنة ما بين الدستور ما بين دستير تسعة وخمسين لا مش نسختين ما بين تسعة وخمسين واربعتاش اللي هو تنقح برش مرات دستور تسعة وخمسين وصار فيه حتى ريفراندوم عام الفين ومائتين تنقح تقريب ثلاث مرات في الفثمين والتسعمية وتسعة وتسعين وفي الفثمين تعمل ريفراندوم يتسمى تنقيح على السقافة الرئاسة وانفين واربعتاش مقارنة بالدستور هذي انا نعتبر الدستور هذي احسن من الدستير الماضية وحاجة به هي من شوية سي ناجي جلول كان ضيفنا قبلك وقالوا الاستفتاءة بيش يكون ربما على مشروعية قيس سعيد في حد ذاته اكثر منه بيش يكون على الدستور توافقوك؟ شوف هو حر بيش يقول انا عملت السنداج متاعي كمواطن ندور من بقعة البقعة ونحكي ويكي باش نقابل خمسمائة واحد من اراءهم من المثقفين من طفل انتهى الوقت نجي خميس يا رئيس حجز الخبر لطفل